ماذا قال علماء التربية حتى نربي أبناءنا التربية الصحيحة؟ قالوا عودوا أطفالكم على احترام الأخوال والأعمام عودوا أولادكم وأطفالكم على احترام الأخوال والأعمام وتقدرهم حتى وإن وجد خلاف بينهم أو معهم فلا تقحموا أطفالكم في هذا الخلاف أنا أعجب أشد العجب من اتنين أخوة يغرسوا في قلوب أبنائهم يا ولد والولد بالفطرة يقول له يا أبي أنا طالع عندي عمه عمه بيحبني وعمه بيجيب لي فأنا طالع عندي يقول له ما تطلعش هناك يا ابن ستين في سبعين ويشدد على ابن الضرجة ينزل العقوبة عليه ضرب ملأش حاجة يضرب بيها رفع إيده ودة للولد والله ألم أقسم بالله رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني الولد نم على الأرض تصرع إلى هذا الحد تب أنت كأب بينك وبين أخوك خلاف اللي هو يبقى عم الولد زنب الأولد إيه ولا هنورسهم برضو ما نحن فيه غلط عود ابنك وبنتك على احترام الأخوال والأعمام وتقديرهم كمان يعني تقول له يا ابني لو عمك ده ضربك هو مكاني أنت بتعمل كده نادر قوي لما تلاقي إنسان بيحب أخوه يقوم يغرس في قلب ابنه عمك يعني أبوك عمك لو ضربك ما تتكلمش عمك تنفس كل كلامه وهو بالفطرة الأولاد بيحبوا الأعمام والأخوال بس إحنا السبب الأباء والأمهات غرسوا في قلب أبنائهم كره الأعمام والأخوال هو لا التأدير اللي ربنا قال عليه هي ذي الرحم اللي قال ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم هي ذي الرحم اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال لن يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم ليه تعلم ابنك غلط ليه تربي ابنك على الخطأ اللي انت واقع فيه انت مش قادر تصلح من نفسك طيب سيب عيالك سيب عيالك يتعلمه صح بالفطرة انت لو زعلان مع أخوه وزعلكم يعني خلاص لا يطاق ابنك لو طلع عنده أو نزل له هيعمله لأنه عارف ان الولد ما له الزمن أحسن معاملة لأن دايما في الخلاف نسيب يعني خيط كده أو بصص نور يبقى للود للرحم الله يبارك لك حط النقطة دي في ذهنك ومن النهاردة تجمع أولادك وتقول لهم بصهم رغم ان على خلاف مع عمكم انتم الكوزم روح عادي يا ابني لعمك واسمع كلامه ونفس كل لقولك عليه خلاص احنا الكبار وهنتصالح وهنتراضى انما انت كده دلوقت غرست في قلبه كره عمه مدى الحياة مع ان عمه ما أزهش بحاجة يبقى ليه ليه كده يا أخي ده جايز ولاد أخوك أنا بقولك أهو جايز ما ينفعكش غير ولاد أخوك لأنه متربوا على الفضيلة وعلى الأخلاق وعلى الحب وعلى احترام العام فالله يبرك لكم يا رب ويحفظكم ما تكرهوش أبنائكم على بغض وكره وعدم تأدير الأخوال والأعمال ما ترهقوهمش في المسألة دي وربنا يبرك لكم ويحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته يا رب